السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وضعت وزارة التربية الوطنية رهنا إشارة أباء وأولية التلاميذ استمار الطلب لاستفادة من التعليم الحضوري بالمؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية خلال الموسم الدراسي الحالي الاستمارة كما تلاحظون سوف نضع رابط الاستمارة أسفل الفيديو ستضمن مجموعة من المعلومات عن التلميذ وعن الولي عن المواقع أسفله الاسم والنسب رقم البطاقة الوطنية للتعليف يعني هنا يملأ هذه المعلومات الأب أو الأم أو ولي الأمر للتلميذ ثم معلومات عن التلميذة الاسم والنسب الرقم الوطني المصار يمكن الحصول عليه من إدارة المؤسسات أو من نتائج المدرسية للتلميذ المستوى التعليمي المؤسسة التعليمية والمديرية الإقليمية التي تتواجد فيها المؤسسة أرغب في استفادة ابنتي أو ابني من التعليم الحضوري وألتزم باحترام التام للفروتوكول الصحي وكذا التنظيم التربوي والدراسي المحدد من طرف المؤسسة التعليمية ويتم وضع التاريخ والتوقيع إذا كما تلاحظون فهذه الاستمارة سوف نضع لكم رابط الاستمار أسفل الفيديو وبالتوفيق لجميع إن شاء الله أسفل الفيديو أسفل الفيديو